يبدأ الأسبوع القادم إن أقاد الجلسات النقاشية للحوار الوطني حيث توفق مجلس أمناء الحوار الوطني على عقد الجلسات بشكل أساسي في أيام الأحد وسلساء والخميس من كل أسبوع كان مجلس أمناء الحوار الوطني قد عقد أمس جلسته الرابع والعشرين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لبحث جدولي وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم خطوات جادة وملموسة لمجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة كافة القضايا حيث عقد المجلس جلسته الرابعة والعشرين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب المجلس ناقش في الاجتماع هيكل نعقاد الجلسات النقاشية للحوار الوطني والتي ستبدأ الأسبوع القادم حيث توافق المجلس على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويخصص لكل محور يوم من الأيام حيث يخصص يوم الأحد الموافق الرابع عشر من مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسية وتعقد في ذلك اليوم أربع جلسات تخصص جلستان منها لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتين القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع المدنية أما يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من مايو فيخصص لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات تخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكافة أشكال والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة أما يوم الخميس الموافق الثامن عشر من مايو فيخصص لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي حيث تخصص جلستان لمناقشة مسائل الوصايا على المال وما يرتبط بها والمدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية ترجمة نانسي قنقر